أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد في الجزء الثاني من برنامج أهوة تركيا سنتابع سوا فيديو لسيدة سورية تعرضت لتحرش ولكن من قبل رجل سوري أيضا سنتابع الفيديو ومن بعده سنعلق عليه في سلطان غازي سيدة سورية تروح على مكان بياشا والمعبت تشتري صنوي شيفا الشاب عمره 19 سنة بيحط إيده على إيده وبإلا شو رأيك نطلع سوا هيك من الباب للطاقة فهي ما بتحرك ساكن تأخذ الصنويشة بتروح بتخبر زوجة بالأمر فبإلا زوجة روح يعملي حالك وكأنني قبلتي العرض وللوقا أني أنا موفا أطلع معك بس تستدرجيني لبرة فبينما هنين بتروح بتقوله بالفعل تستدرجوا لبرة بيكونوا الشباب جايين زوجة فبيجوا فبيضربوه وضرب بيقولك أني صار فيه كسر بالجسمه بعدة مناطق من جسمه الكمال استدعى تدخل الشرطة ولا فك النزاع فهي هي التفاصيل للفيديو يعني التفاصيل يعني ما بدي يقول صادمة ولكن هي مزعشة أنه تصير برات البلد فعليا أنت اليوم أسامة يعني هيك ظاهرة هي ما بس عم بتسيق للسولي ولكن حتى يعني عم بتسيق حتى سلاء التركيا وفي حال كمان تعرضوا الأتراك لألها نور في شغلة اليوم اللي شفت لنبي تركيا أني اليوم وقت بتروح على مطعم تركي عادي انتي وزوجتي يعني بواحد بيعد مع زوجته مع أخته مع والدته مستحيل طاولة قاعد فيها أتراك يتطلعوا على تعودتك ولا أبدا مستحيل نحن هي ظاهرة ونحن كمان نعمم أنه هي ظاهرة كمان بكل المطاعب السورية أسامة يعني هي ألماء بحكة أنا عثقافة عثقافة يعني هو لا يحمد طب أنا بس بدي أخذ رأيي سيدي هند هاي الظاهرة ظاهرة التحرش بشكل عام لا قداش هي من تشربي المجتمع التركي أو هل بتشوفيها هلأ معدومة أنا والله بشوف أنه تكاد تكون معدومة بصراحة يعني هلأ بيكون معنى إحنا بنات طالعين بنات صغار ونحنا ماشيين بالطريق نعود مطاعم بالمتروبوس بمتزهات يعني ما سبق أنه تعرضنا نحنا أولا هالبنات اللي بيكونوا معنا لأي موقف تحرش ممكن يطلعوا تطلعوا تطلع عادية هيكوا بيتحاكوا بيتسموا بيمشوا لكن نحن عنا يعني إيزوبيل بقصة المركة مركة مسجلة بالنسبة للسوريين يعني من كنا بسوريا ومعروف فيها إنه مدام مو أختك ولا جارتك ولا بنت عمك ولا بتقربك فهي مشع بالنسبة لك تحركش فيها بتلحق بتطبقها بتصورها فهي إليك مطلق الحرية تصرف معنا أستاذ محمد يعني الموضوع استفزك يبدو حبط علي عليه أستفزني كثير يعني هذا الموضوع ما فيني أنا عمم على جميع الناس أو السوريين تكون مركة مسجلة أعتذر ست هند نحكي نحكي نسب التحرش يعني نحكي عن النسب أنا عم بحكي عن النسب الغالبية العظمة بالسورية أنت بتعرف إنه إحنا مشغورين بقصة التحرش وبدوال عربية ما فينا كمان نقول بس السوريين يعني إستاذ هند نحن نحكي نحكي ممنا نحكي نحكي مصريين نعم نسمع測 أستاذ محمد فضل أستاذ محمد دعنا نحكي ست هند أنت ذكرت المصريين كل الناس خير وبركة طبعا نحن ما فينا نعمل والله نقول على طائفة معينة من الناس أو في أن معينة من الناس والله شعى عندهم هذا الأمرا فبط صبغة عندهم أنا ما شدني الموضوع والله سوريتي أو كذا شدني الموضوع كرجل صراحة أنه أنا أتابع الفيديو وستفزني الموضوع لأنه سواء كان هذا الشخص سوري أو تركي أو إفريقي شو ما كان يكون مجرد أنه يتطاول على أنثى موجودة أمامنا فمو من طبيعة الرجل العاقل أنه يسمح بهذا الأمر وطبعا نحن شفنا بالفيديو أول شغلة اللي عمينه الخبر هنا القانونات التركية هذا شيء يعني مؤسف أنه الأتراك أو الإعلام التركي يعني ينقل المشكلة بين طرفين سوريين يعني أنه يترسد على أخطاء اللي عم تترسد لماذا أنا لا أريد أن أأتي بالتجاهل للطرف التركي نحن اليوم في تركيا تركيا من ناحية القانونات الإعلامية هي عندها قمر صناعي خاص فضائي للقانونات التركية إذن حرية الكلام عندهم متاح هذا أولا أمر الثاني موضوع الترسد للسوري وما إلى هناك صحيح نحن في عملية مراقبة للتصرفات السورية ووضع نقاط كثير على السوريين من أجل استخدامها في أمور تخص السياسة تخص التعامل تخص الأحزاب هذا الموضوع نحن بعيدين كل البعض عنه ولكن نبقى بصبغتنا السورية قبل السورية قد تكون أغلب السوريين يجونوا إلى تركيا هنا من المسلمين العرب يكفي هذا الأمر أن نقول نحن كمسلمين وكعراب وكسوريين موجودين في تركيا نحن في عنا الأخلاق الموجودة أساساً لأتينا فيها أكيد هذا الفيديو إذا شافوا سوريين موجودين في تركيا ما رح يكون عليهم هذا الكلام أبداً يعني أني أنا أجي أقول والله أن هذا السوري ظاهر عند السوريين وكذا أنا لا أستطيع أن ألقي جزافاً تهم على أي فئة من الشعب هو بالفعل لا تستفزه خليه كمال نقطي لا تستفزه لطالما رح يسقط الموضوع عن نفسه خليه كمال نقطي وصدقاً يا أخي لو نحن نظرنا إلى الموضوع من طرف ثاني كان المتحرش تركي والمتحرش بها تركية وكان سوري من رأى هذا الأمر رح يستفزه الموضوع ورح يتصرف مثل ما صرف زوجة الإنسان هي وأكثر نحن ما رح نعود نبيع أخلاقيات ولكن الموضوع لا يعمم نحن بدنا نحط النقاط على الحروف ونكون كتير واضحين وصريحين هاي ساعة غايرة نحن ننقل سلبياتنا ومثل ننقل إيجابيات كتير لكن نحن مدام فيها هاي تفصيل صغير ولكن نحن الآن ننقل سلبيات لخارج بلدنا بالتالي هذا عم يسيء حتى للسوريين موجودين هنا أنا آسف أخذ من الوقت دقيقة إضافية أستطيع الآن بوجود الست هند وأنا أتشرف بها طبعاً وأتشرف في جميع الحاضرين أخذ المدام هند إلى أي زقاق موجود في بعض المناطق في تركيا صدقاً وأمناتاً إذا كان عمره ستين سنة سيتحرش بها من قبل أتراك تركيا فيها من القوميات وفيها من الأعراق وفيها من الطوائف وفيها من الفئات الكثير جداً لا أستطيع أن أعمم هذا الكلام اليساء اليوم لا تخص السوري فقط تخص جميع العرب الموجودين في تركيا يمكن أن أسألك سؤال بالنسبة للمراهقين هذا الشيء ينتشر أكثر شبهين المراهقين وشفنا أن عمره لالشب 19 عام شفت شي مرة من المرات طلاب شباب رايحين عبر يستنوا بنات تركيا أو طالبات أو تركيا أو الطالبات أعطيك أكثر أعطيك أكثر ترابزون الحادثة ونقلتها نفس القناة وتعنوان بسون دكيكا هناك حادثة ونقلتها نفس القناة لإعتداء واغتصاب لموسين تركي لطفلة تركية عمرها خمس سنوات وعرض هذه الحالة المتفرقة بس خلوني اسمع أستاذ إبراهيم يعني اليوم بعض السوريين اللي عمينوا له هذه العادات هذه الأساس أسباب استمرارها حتى خارج سوريا ربما بيقلك طبيعة المجتمع أو رفقاته اللي حوالي يعني عم بيعلموا اتباعي العادات بس هو اليوم خارج سوريا يعني أنا كمان ما بدي لا كبر الموضوع ولا صغره مثل ما قالوا الأسادزة الحادثة كتير مستفزة ومزعجة جدا وكما أنا بدي وافق مع السورة هند أنه لحنا بسوريا ظاهرة التحرش أوسع انتشارا من تركيا هيا حقيقة ما فروق منها لكن أنه نعممها على المجتمع السوري فأنا أكيد بشارك الأستاذ محمد برفض هذا هذا الأمر لكن الفكرة وين الفكرة أنه الإعلام وأنا كوني صحفي وبشتغل بالإعلام التركي الإعلام التركي خصوصا القنوات أي حادثة أي حادثة جنائية أو أي مشكلة أي شجار أي شيء بترصده الكاميرات بتهتم فيه سواء كان الموضوع سوري ولا تركي ولا أيا كان طبعا لو الواحد بيتابع شو بيبثوا هنا من لقطات بتلتقطع الكاميرات لجرائم لحوادث مشابهة لبرامج كاملة بالتلفزيون حتلاقي بنك من الحوادث فأكيد اللي عم يشاهد ما حيقول أنه تركيا مليئة بالجرائم والفساد وكذا لكن موجودة هذا المجتمع موجود فيه لكن الفكرة أنه فعلا نحن بحاجة أنه يتم ممارسة دور توعية على السوريين الموجودين هنا خصوصا الفئة المراهقين نحن ما كثير عم نعاني مشكلة بالفئة الناضجين وما بعد ذلك فئة المراهق المراهق يعني بده ضبط من عدة أماكن حتى بسوريا حتى بأوضاعنا اللي كنا عليها على الأقل كان فيه شيء معروف فيه البيت فيه الأهل فيه المدرسة فيه حتى فيه الجيران الحارة على حسب طبعا تختلف من حارة لحارة تختلف من حي لحي من بناء لبناء هون عم تكون الأمور لأنه نحن مهجرين وأغلب العالم ساكنة بنفس المكان اللي ساكنة فيه ما صلى سنة سنتين تلت سنين هذا الشيء ما بلحق يكون حواضن اجتماعية تربوية لهذه الأطفال اللي عم يتربوا ويطلعوا وبالتالي ربما تكون المشكلة لسا مضاعفة أكتر يعني بتوقع أنه تكون المشكلة اللي كنا نعاني منها تكون لانعكاس أكبر تأكيدا تماما لهذا الكلام كتير مهم نحن الفئات العمرية أو الشرائح العمرية اللي عم تمليش من الخمسة عشر إلى ثلاثة وعشرين اللي سنة هذا اللي بيقولوا عنه مراهقة وما فوق شوي فهن عم يشكلوا حوالي نسبة كتيرها إلى مئة ألف مئتين ألف شب يعني أو فتاة نفس الوقت معناتا نحن هدول بالذات بحاجة لمؤسسات مجتمع مدني طبع طعا لأنه نحن معنا مرجعية سياسية أو اجتماعية حقيقية لحتى تكون هي الرافض لعملية توعيد هذول الشباب بنوادي بيبي طبعا اليوم يعني بظل غيابة هاي المرجعية السياسية أو المجتمعات أو المنظمات الإنسانية والمدنية نحن نأسس لشيء اسمه فكر التطوع عبر وسائل مثل هاي فكرة نحكينا اليوم أكيد لكن الحجم الوجود السوري في تركيا أكبر بكتير من الحجم اللي عم بي إذن خلينا نحن نراعي مسألة توزع السكاء السوريين أنه مثلا موجودين أكتر شيء بإسطنبول غازي أنتبهي المناطق هنم محصورين تقريبا ومعروفين قديش إذن نحن علينا نتوجه لهذه الشرائح عبر متطوعات لا بد أن يوجد مبادرات شخصية مبادرات شخصية أستاذ محمد يعني الحادثة تم معالجتها بطريقة سلبية مع الأسف برأيك يعني هل يمكن تبرير غيرة الرجل على زوجته ليعمل هاي المشكلة أولاء كان ممكن الأفضل والأريح أنه يلجأ للقضاء التركي سبحاني لشغلي رحلك نقطة من أمن العقوبة أساء لذب هذا قانون دائما موجود هذا الشخص إذا أساء أساء عن نفسه فيبدو مثلا نخطئ مرة مرتين حتى يعني نقول أنه كشف بهذه الطريقة أو عن طريق الكاميرات كاميرات المراقبة وما إلى هناك يعني الموضوع هي راح تنزوجته اللي راح تخبرت أنا عم بحكي أنا وصوله إلى وسائل الإعلام طيب تبرير غيرة الرجل على هذا الموضوع نحن نحكي نحن شوي بمنطق عربي اللي هو رجولي إلى حد ما لا يستطيع أحد أن يضبط نفسه بهذا الموقف أبدا رجل بهذا البلد إذا كان بيعرف أنه القضاء أو الشرطة رح أجيب له حقه رح أجيب له حقه ما عندي مشكلة أنا في مين يضرب بإيدي حكيها شوي بالعامي في مين يضرب بإيدي لشو ضربه يعني ممكن لأنه هو سوري لاجئ متواجد بتركيا ممكن يكون خايف يضيع حقه وبالتالي فهو لجئ بالنهاية لنفسه تركيا تسعين مليون هي بنت لحظة الفعل اللي سوى يعني بنت لحظة اللي سرى ولكن هي كان ممكن يترتب عليها نتائج تترتب وإيضا سيئة يمكن تصل للأتل أنا أحكي نحن بباب أوسع ببعض التفاصيل ولو دخلنا إلى تفاصيل أكثر للأسف الحادثة هي ما هي الحادثة الوحيدة ليست من تركي وليست من عربي وليست من الكل الجميع يخطأ بهذا الكلام وهو نفس بشريعة مرة بالسوء وموجودة عند الجميع لكن للأسف اليوم أتحدث عن إسطنبول وجود مثل هذه الحوادث تستخدم من قبل تجار أزمات رح نسميهم تجار يبدأوا بهذه الطريقة حتى ينتهي المطاف المتحرش بها إلى أماكن أخرى لا يستطيع أحد في تركيا دولة وقانونا وشرطة وإلا أنه يضبط هذا الموضوع إلا الرجل بأنه يضبط أهل بيته يعني عذريني إذا كان واحد اليوم حاسن حاسن هي مدخلة يضبطها بمعنى أنه يحاوتها هو يكون يدرع عنها الأذى يعني هذا أذى وقع فيها إن لم يتصرف لن يأتي له حق بس بالنهاية لو كان يوصل لمرحلة عملية قتل أو وفاة يعني كان الرجل بالنهاية أضع مستقبله على حياته إلى النص إلى هذه المرحلة إلى أن نصل إلى هذه المرحلة إلى أن نصل إلى هذه المرحلة بحب الشرك أن القانون التركي لما يصير الموضوع إلى أن يدخل إلى مشافي أو إلى مرحلة قتل يتصرف القانون التركي ولا الاعتداء طالما الموضوع انتهى عند مشاجرة يحل وشغلة ثانية نور بدي نوح علي اليوم هذا ما بيعني أن اليوم بتركيا والله عايشين كله ملائكة والرجال وإناسا ولكن وقت عم نحكي كثقافة اليوم ثقافة الأتراك وقد بيكون ممكن طالع بالمترو أو بأي وسيلة بدكها أو بالشارع ممكن حدي بيقضي طول وقته العفو من التعبير بالنوادي أو إلى ما هنالك ويمكن يكون ما إلو أي مرجعية أخلاقية ولكن بالتعاطي مع الأنسة في الشارع في الأماكن العام يا ما شايفين بيقول لك أنسة مرسل تعيزي يعني عندهم الموضوع ممكن هو يكون بينه بين حال بيقودنا لنقطة مهمة وهي أنه الدولة أو الحكومة هي دائما المسؤولة عن إمبات وتوعية الشعب المواطن يعني إستاذ إبراهيم يمكن بسوريا عنصر النظام أو عنصر الشرطة هو كان بحد ذاته يتحرش بأي سيدة هو مثال جميع الانتهاكات للقوانين والجرائم وممكن يرتكب أسوأ الموبقات فبالتالي أكيد لما السلطة القائمة بتعطي مثال على الانضباط بالقانون بده ينعكس هذا الكلام على المجتمع وطبعا النسبة وتناسب ما في شيء مطلق يعني طبعا هاي الظهرة مو بس بين السوريين يعني ومتل ما قلنا ما بدنا نعمم أكيد رح تبقوا معي للمحور الثالث ضيوفي مشاهدينا فاصل صغير ومن بعده رح نبدأ بمحورنا الثالث والأخير من برنامج قهوة تركية ترجمة نانسي قنقر